بسم الله الرحمن الرحيم حضرتك بدأت خلاص في دورة البط المسكوفي وقلنا هنتعامل مع بعض ازاي نعرف نحدد الامراض اللي ممكن تصيب البط المسكوفي وازاي نعرف اعراضها واسبابها وازاي نحدد العلاج اللي يتناسب مع الحالة بتاعتها او لو عامل قطيع بط مسكوفي وخايف من الجو وهل الجو بتعليه من دول مناسب معه ولا لا هل عرب عدد ايه لانه خايف من الخسارة ولا ربي عدد كبير الحاجات دي كلها ان شاء الله نتكلم عليها من خلال الفيديو بتاع النهاردة خليكم معنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة جماعة ان شاء الله نتكلم عن الامراض اللي بتصيب البط عموما وخصوصا البط المسكوفي لان احنا طبعا عملنا اكتر من فيديو وقلنا ان احنا عايزين نربي بط وافضل بط عملنا مقارنات بين البط المسكوفي والبط المولر على انهم اعلى حاجتين في البط او اعلى نوعين او اعلى سلالتين من البط ووصلنا ان البط المسكوفي هو من اجود وافضل البط اللي ممكن نربيه قلنا ان احنا خايفين طبعا قبل ما نبدأ دورة البط خايفين من موضوع الامراض اللي بتصيب البط وازاي نعرف نتلاشاها ونتطقيها وان شاء الله ربنا المستعان تعدي الدورة معنا على خير النهاردة بس بداية بنتكلم بنقول ان امراض البط بتنقسم لثلاث حاجات اول حاجة حاجة اسمها امراض النقص الغذائي يعني امراض النقص الغذائي يعني ده مش مرض في حد ذاته ما هوش عدوة ولا عدوة بكتيرية ولا فيروسية وانما هو نتيجة ان العليقة بتاعتنا مش متزبطة صح ما فيهاش الاملاح المعدنية ما فيهاش مركبات اللي المفروض تكون موجودة في العليقة ما فيهش مثلا كمية البوتاسيوم او المغنيسيوم او المنجنيز اللي في العليقة او السوديوم ما فيهاش الاملاح المعدنية او الكالسام او الحاجات دي بنسب مزبوطة فبالتالي بيكون فيه نقص فيه تركيبة العلف وبالتالي تبدأ تظهر بعض الامراض زي مثلا ممكن زي تأخر النمو زي الضعف العام زي افرازات بتنزل من العين او من المناخير فاتحة الشرج او فقدان الشهية او كسل او انخفاض في انتاج البيض او الخصوبة ما يكونش البيض فيه كسر تاني حاجة جماعة يبقى دي امراض نقص الغذائي لو هي العليقة بتاعتنا مش مزبوطة تاني حاجة جماعة فيه عدات مرضية شائعة عدات مرضية شائعة بتكون بسبب سوء الرعاية او تغيير الظروف الجوية يعني لو ارتفعت درجة الحرارة فجأة ممكن تؤدي لعملية الاجهاد الحراري ممكن تؤدي للنفوق او الاحتباس الحراري شدة الاضاءة ممكن تعمل افتراس فيه الزحام الشديد فيه عدم اتزان او توازن العليقة فيه الرطوبة الشديدة في الفرشة والامراض اللي ممكن تيجي نتيجة ذلك زي الكوكسيديا والكلستوريديا والامراض الفيروسية فيه عدم الاهتمام بتوازن العليقة اقولنا وبتأدي لزور بعض الامراض زي الافتراس لو حصل ان الاملاح المعدناء ليلة اكل الريش نلاقي ان البط بشدة في الرش بتاع بعضه فيه تسمم غذائي فيه تقرحات في الرجلين نتيجة اه رطوبة الفرشة تقرحات في الرجلين والبط فيه انزلاق الانزلاق الوتري بتاع الرجلة تتعوج وتبقى عارجة وفيه التسمم بالادوية التسمم بالادوية نتيجة ان احنا بندى ادوية عمالة على بطال طيب لو احنا تلشنا الاسباب دي كلها وخلينا الرطوبة مظبوطة لو خلينا درجة الحرارة اه مظبوطة لو خلينا الفرشة جفة لو خلينا الاضاءة لو زبطنا امور ده كلها وبالتالي الامراض دي اللي هي بتكون اكثر شيوعيا بتبقى ايه مش موجودة تالت حاجة معانا اللي هي الامراض المعدية يبقى احنا احنا قلنا اول حاجة امراض النقص الغذائي لو فيه مشاكل في العليقة الحاجة التانية العادات مرضية شائعة قلنا اللي هي تغيير الجو او الحرارة او الرطوبة او الكلام ده تالت حاجة امراض معدية الامراض المعدية اللي هي بتيجي نتيجة فيروسات او ميكروبات او بكتيريا وبتيجي اه بتيجي في القطعان السلامة وتنتقل العدوى بعد كده برضو الى القطعان الاخرى لغاية مطصيب القطيع كله ده طبعا لو بد ان احنا اول ما تبدأ تظهر اي حالة مرضية لابد ان احنا يكون في تدخل سريع اه لاكتشاف المرض وتحديد نوعه وكتابة العلاج المناسب سواء للدكتور البيطاري او بنتصل لحد يكون من زاوي الخبرة ونسأله طيب ايه الامراض المعدية اللي هي اشهرها اللي بتصيب البط احنا عندنا اه يعتبر ثلاث حاجات طبعا فيه امراض كتير السلمونيلا والنيوكاسل والميكوبلازمة والكوكسيديا والكلستورديا والكلام ده كله بيجي للحوان عموما للدواجن عموما لكن الحاجات اللي هي من الحاجات الخطيرة اللي بتيجي للبط تحديدا زي التهاب الكبد الوبائي وحاجة اسمها طاعون البط وحاجة اسمها الكوليرا ودول طبعا من افتك الامراض اللي بتيجي على مشرون او الحلم بتاعنا في تربية البط وان شاء الله انا اتناول كل مرض لوحده اسبابه اعراضه لما نشرحه نشوف ايه العلامات المميزة له وطريقة العلاج النهاردة ان شاء الله نتكلم عن التهاب الكبد الوبائي بنقول انه هو نوع من الفيروسات اللي بتصيب الكبد بتاع البطة هو مرض معدي بتنقل عن طريق الاكل طب هيوصل للاكل ازاي بوصل ان فيه بطة اتصابت بالتهاب الكبد الوبائي ومثلا نتيجة ان هي عملت الزرق بتاعها فيه الاكل فطبعا نزل الفيروس بتاعها اختلط بالعليقة وبالتالي فيه بط تاني اكله فهتتنقل العدو اعراضها يعني طب خلاص حصلت العدوة انا هعرف ازاي فيه اعراض بتبنى على البط الاعراض لكن برضو الصفة التشرحية هي اللي بتبين كل نوع هي اللي بتحدد كل نوع من الامراض دي الاعراض الاعراض زي فقدان الشهية والكسل بنلاقي ان الفرخ البطة اه ما عادتش بتجر في الاكل وعادت كسولة عندها خمول مش عايزة تتحرك اه بنلاقي المنقار بتاعها بدأ لونه يبقى ارجوانيا يعني اه مكتوم كده اه الزرق بتاعها بيبقى مائي اخضر يعني اخضر كأنه شفاف وبيبقى بطريقة يعني مية مية كله الحاجة التانية بنلاقي ان البط بيموت في خلال نص ساعة خطورة الالتهاب الكبد الوبائي ان هو ما بيستناش على القطيع يوم واتنين الحق عالي ده ممكن في خلال نص ساعة او ساعة بيكون البطة ميتة طيب قلنا اول حاجة مميزة اللي هو الاسهال الاخضر المائي بنلاقي ان البطة بتعمل زرق بكميات كبيرة وخضرها خالص لون زيتي يعني طيب بعد كده احنا خلاص اكتشفنا ان فيه التهاب كبد وبائي لو خدنا بطة شرحناها وقلنا قبل كده ان التشريح يكون في خلال نص ساعة على الاكسر من دبح او البطة يعني جبت بطة اه فتحت بطنها عشان اشراحها يكون في خلال نص ساعة عشان تكون الاعراض لسه البطة قعد تمد من غير اه الحياوية بتاعتها او الحياة بتاعتها فيبدأ يظهر اعراض تانية ممكن تكون عكس اللي كانت موجودة فيها بنلاقي في الصفة التشريحية ان فيه تضخم في الكبد وفيه بقع نزفية ان فيه قرح نزفية على السطح ولونه كمان متغير للون البرتقاني او الاحمر كمان بيكون فيه تضخم محتقان في الكيلة نلاقي الكيلة بتاعتها كبيرة حجمها كبيرة طب لو حصل اللي احنا شرحنا وتأكدنا ان المرض اللي عند البطة ده برضو ممكن يكون الكبد مخدر اللي برضو نفس الشيء بنلاقي المرارة بتاعتها كبيرة اتأكدنا خلاص ان فيه التهاب كبد وبائي العلاج المفروض يكون فيه تحصين اللقاح الخاص بالتهاب الكبد الوبائي من عمر 12 اسبوع الى 14 اسبوع وبعد كده يبقى فيه جرعة تانية من عمر 16 اسبوع الى 18 اسبوع ولما نحصن البط الكبير بالتالي البيضة بتاعته لو لو هو بعد كده رأت او اتطلعت جابت بيض بتبقى البطة بتاعتها مكتسبة التحصين ده ويكون الكاتكوت اللي ينتج عنها كاتكوت محصن الى ان يارد عليه او يجيله عدوة تانية لكن لو ما فيش عدوة ان شاء الله تعد الموضوع على خير والتحصين ده هو بيرفع مناعة الطائر وبيخليه طبعا ان شاء الله يقاوم المرض ده فاحنا بقول لها جماعة ناخد الحذر كل الحذر من المرض اللي عنده واحنا قلنا ان هو بيبان او اي يعني اول حاجة بتميزه لان السلمونيلا وان يكاسل والكلر لما نتكلم فيهم هنلاقي ان هما كلهم اعراضهم اللي هو فقدان الشهية والكاسل والخمول والعرف بتاعها يكون لونه مختلف وداكن والفرخ بيغمض عينيه يعني اعراض كتيرة متشابهة لكن لكن قلنا قبل كده ان الاسهال او لون الزرق هو اللي بيحدد نوع المرض فوقت ما لاقي ان فيه لون اخضر مائي ده بيكون التهاب كبد لما بشرح بلاقي الكبد اما لونه اخضر والمرارة كبيرة اما بلاقي لونه احمر اوي وفيه بقع نازفية او لونه برتواني وفيه بقع نازفية وكمان بلاقي الكلاب بتاعته متضخمة نسأل الله السلامة للجميع والموضوع يعطي على خير ان شاء الله كل يوم ننزل فيديو ان شاء الله عن مرض من الامراض المختلفة اللي اتكلمنا عنه وازاي نتلاشاه بازن الله متمنى التوفيق لجميع ما تنسوش حضراتكم تعملونا اشتراك في القناة وتفعلو زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته